الموقوف سافيو أحرز الهدف الأول للنادي الأهلي مبارح في مباراة الزمالك هدف كان مهم جدا بمهارة خاصة جدا 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 ومهارة برازيلية كانت واضحة من خلال إمكانيات برونو سافيو من ساعة ما جاء النادي الأهلي هو اللي فتح المباراة مبارح بالتعاون مع لعب نادي الزمالك زكريا الوردي اللي يعني أخطأ في تمريرة يعني كانش موفق فيها لكن قدر إن هو يستغل لها أحسن استغلال برونو سافيو من خلال الطريقة اللي قدر إن هو يعني يهيأ لنفسه الكرة ويركنها بشكل كويس جدا في البعيدة على شمال محمد عواد ويبتدي أهداف النادي الأهلي في مباراة الأمس برونو سافيو بمناسبة برونو سافيو اللاعب للناس كلها والأعلام المصري أو بعض من الأعلاميين المصريين كانوا دايما بيحلموا وبيتمنوا وبينادوا وبيحولوا وبيعملوا كل اللي عليهم عاشقه ويتواصلوا مع الناس بوليفيا ومع الناس بوليفارو يا جماعة الرجل حيتوقف إمتى ما توقفوا بقى طب القرار إيه ومش القرار إيه ونجيب مش عارفه داخل الفين ونداخل مع مين ونداخل مع علان وفلان وبتاع عشان يتوقف برونو سافيو فين برونو سافيو برونو سافيو في الملعب في استادها الزعب نزايد بيحرز هدف مبارح مهم جدا ويبتدي أهدافه مع النادي الأهلي وبيفتتحها من خلال مباراة صعبة وقوية مع فريق كبير زي فريق نادي الزمالك في بطولة بطولة السوبر المصري هدف هيديله دفعة قوية ويديله ثقة مهمة جدا خلال المرحلة اللي جاية برونو سافيو اللي الناس حاولت بشكل أو بآخر أنها تتنمر عليه وتقول بعض المصطلحات الغريبة اللي مش في كمصر نحن كمصرين ولو في ثقافتنا احنا كمصرين إطلاقا كنوع بس من أنواع إيه إن انت تحاول برضو تشكك في اللاعب وبرونو سافيو في إن دي صفقة الأهلي جابها فإزاي أهلي يجيب صفقة ممكن تبقى حلوة لا نحاول يا جماعة نستهدف اللاعب ونشتغل عليه نفسيا ونشتغل عليه ونفقد الصقة ما بين جماهير النادي الأهلي واللاعب زي ما حصل مع بعض المدربين وبعض اللاعبين قبل كده لكن المحاولات دي مش هتنجح انسى المحاولات دي مش هتنجح برونو سافيو بدايته جيدة لسه عنده كتير يقدمه للنادي الأهلي لسه عنده كتير يقدمه للنادي الأهلي زي ما واحد كده تلع انبارح قال لك برضه هو بيحب ياخد الترينت من غير بقى ما قول اسمه قال لك ده مش لعيم للبرازيل ده لعيم للبراجيل يا راجل يا راجل انت كنت تتفرج على مطش تاني ولا انت كنت بتعمل ايه هل برونو سافيو انبارح كان وحش هل برونو سافيو مش هو اللي جاب الجن ولا ده كان الشبح بتاعه هل برونو سافيو تصرف صح في الجن ولا كان لمس الكورة حطاه هو من جوه السيكس يار ده مثلا لا طبعا دايما التصراحات اللي ازاي دي والكلام اللي ازاي ده اللي هو يحاول برضه يقلل هو بيحاول يعمل كل الهدف اللي هو عايزه ومركز عليه مركز على الهدف بتاعه حتى لو الراجل عمل ايه في الكورة هو وحش مليش دعوة انا دماغي كده انا عايز احقق اهدافي عايز اقنع الناس بوجهة نظري باي طريقة من الطرق فاسبكم من الناس دي ملكوش دعوة بيهم دول عندهم اجندة واضحة ملكوش دعوة بيهم خليكم مع فرقتكم فرقة الابطال الفرقة المميزة ابطال مصر النادي الاهلي هو بطل مصر السوبر هي البطولة المهمة جدا جدا اللي تبقى ما بين بطل الدوري وبطل الكاس اوز زمالك حفزنا قصة دي بالمناسبة حفزنا الموضوع ده ان زمالك بطل الدوري وبطل السنة اللي فاتت تمام لكن لعب السوبر مع النادي الاهلي ففاز بالسوبر البطولة المهمة جدا في بداية موسم بتديك دفعة مهمة اوى على الصعيد النفسي والمعنوي فيما تبقى من الموسم اللي لسه اصلا بيبتدي فبالتالي الاجندات اللي شغالين عليها دي ما تركزوش معاها انتو عندكم افطال والدنيا الحمد لله مشة بشكل كويس جدا والفرقة محترمة للغاية وعناصر مميزة جدا فده به نسبة هدف برونو سافيو المميز مبارح في مباراة الزمالك وعجبني جدا تصريحات برونو سافيو اللي بيتكلم على انه بقى له تلت شهور ما بيشوفش يعني اصرته وابنه وبتاع فمدى الاحترافية اللي هو فيها مركز مع الفرقة مركز انه هو يقدم مستويات كويسة تبقى بدايته كويسة مع النادي الاهلي ونجح في الجزئية اللي زي دي فده برضه تدل على انه لاعب محترف وعرف قيمة النادي الاهلي بشكل كويس جدا وفرحته بالفوز بالبطولة واو البطولة ليه مع النادي الاهلي فده حاجة ايجابية جدا بخصوص برونو سافيو